صحياً بدأت اليوم بمركز التضامن الصحي التابع لجامعة الملك فيصل أعمال المخيم الطبي لمكافحة العمى الذي نظمته مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع العون المباشر المناسبة الافتداحية رأس أمينة الدولة بالصحة العامة الدكتور محمد نظيف يوسف بحضور نائب رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد صالح أيوب بحردين عبد الشعف انطلقت فعاليات الحملة الطبية الخيرية لمكافحة مرض العمى وذلك بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير ومؤسسة البصرة الخيرية تحت إشراف وزارة الصحة العامة هذا وقد توافد مجموعات كبيرة من المواطنين إلى المخيم لتلقي العلاجات السريعة داخل غرفة العمليات الجراحية بمستوصف التضامن الإسلامي وفي هذه المناسبة الكريمة قدمت خطباً عديدة تحدث المشاركون خلالها عن أحمية الصحة وخاصة مقافحة العمى عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى ورئيس الوفد الطبي من جمهورية السودان الدكتور محمد حسين يوسف وممثلة سيدة البلاد السيدة دلالسيين وأمين الدولة في الصحة قدموا شكرهم لسيدة البلاد الأولى وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جهودهم المتواصلة والرعاية الشاملة للحياة الاجتماعية والصحية وفي نهاية الحفل قام الوفد بزيارة غرف العمليات وصالات المعدات والأدوية والأجهزة الطبية وأن المخيم سيشارك فيه عشرون طبيبا من جمهورية السودان وقزى الطباء من داخل البلاد ترجمة نانسي قنقر